بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئة عملنا نوم يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا أعبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد يقول الإمام بالطحوي رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضينا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون والآئمة المهتدون يقول الشيخ البراك حافظه من فروع ما يجب اعتقاده في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المساء التي أرضفها المؤلف لما قبلها فذكر أولا ما يجب العموم الصحابة رضي الله عنه من المحبة والاحترام وذكر المحاسن والكف عن المساوئ إلى آخر ثم قالوا نثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الكلام هذا أيضا مما يقرره ويدين لله به أهل السنة مما يقرره ويدين لله به أهل السنة أن الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر هنا عندنا قضية قضية من الأحق وقضية من ثبتت له الخلافة وإجماع أهل السنة على أن الخلافة انعقدت لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وأن هذا هو تغتيبهم في الفضل والاستحقاق هذا لأن الشيعة يعني يقولون أن الأحق علي ولكن تركها يعني إثارا للسلامة الشيعة الزيدية يقولون الأحق علي الشيعة الإمامية يقولون أن علي رضي الله عنه والأحق ويطعنون في خلافة أبي بكر وعمر ويرون أنهم وعثمان غصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه وغصبوا علي الحقهم الشيعة الزيدية يقولون أن علي كان هو الأحق ولكن الأمة أخطأت واخترت أبا بكر فانعقدت له الإمام وأن أبا بكر لم يكن غاصبا للخلافة من علي وإنما انعقدت له باختيار الأمة بيد أنهم يخطئون الأمة في هذا الاختيار أو على الأقل يقولون كان علي رضي الله عنه أحق بها أهل السنة يقولون أن الإمام انعقدت فعليا لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أسمعين وأن هذا وترتيبهم في الفضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أسمعين ومن ثم فأيضا كان هذا ترتيبهم في استحقاق أهل الخلافة فيقول أن أهل السنة هذا أيضا مما يقرره ويدين لله به أهل السنة أن الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فيذبتونها له تفضيلا له وتقديما له على سائل الصحابة فولايته للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عن أهلية واستحقاق وليس إثباتها لها واقعا فقط كما تقول الرافض فالرافضة يقولون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر واقعا لا يستطيع أن يغير التاريخ ولكن عندما أن خلافته بغير حق خلافته بغير حق ليس فقط كما ذكرنا الشيعة الزيدية يقولون أن علي كان أولى ولكن خلافة أبي بكر واقعة وصحيحة يعني عقلت باختيار الأمة بينما الإمامية كانت خلافة غصب غصبوا الخلافة من علي فقول الطحاوي رحمه الله تفضيلا له أي هو الأحق بتولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل الأمة كما دلت على ذلك الأحاديث في فضل أبي بكر ثم اختلف الناس يعني بالناس هنا أهل السن اختلفوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هل ثبتت بالنص أم بالاختيار يعني هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتولى الخلافة بعد أبو بكر أم أن الأمة اختارته ثم أن الذين قالوا بالنص بعضهم قالوا بنص جلي أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أن تبايع عببك هذا في قول البعض نعم لم يأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم له البيعة ولكن أمرهم أن يبايعوا هذا في قول البعض والبعض الأخر يقول بل بالنص الخفي يعني يقول فمن آل السنة من يقول أنها ثبتت بالنص الجلي ومن من يقول أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة ومن من قال أنها ثبتت بالاختيار أي باتفاق الصحاب وقد جاءت أدلة تدل على أن أبا بكر هو الأحق بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأدلة متفق على صحتها الأدلة التي دلت على أن أبا بكر هو الأولى بهذا الأمر ولذلك اعتبرها بعض العلماء من باب النص الجلي واعتبرها البعض الآخر من باب النص الخفي واعتبرها البعض الثالث أنها لا ترقى إلى أن تكون نصا جليا ولا خفيا وإنما كانت بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم لفضل أبي بكر والصحابة رضي الله عنهم أصرع الناس إلى الخير فلما علموا فضل أبي بكر اختاروا فكأن هذه النصوص في النهاية هي المستند الذي بناء عليه تم اختيار أبا بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كخليفة للأم كخليفة للرسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الأم وهذه النصوص هي المستند ولكن ماذا أفادت هذه النصوص ماذا أفادت الصحابة ماذا فهم منها الصحابة بعض العلماء يقول فهم منها الصحابة أن أبا بكر أفضلهم ومن ثم اختروا والبعض الآخر قال أن الصحابة فهمونها أنه أفضلهم وأنه أولى الناس بحكمهم فاعتبروا هذا من باب النص الخفي والبعض فهم من بعضها من بعض هذه النصوص أنها طرق إلى أن تكون نصا جليل ولكن في النهاية هذه النصوص الثابتة في فضل أبي بكر رضي الله عنها عنه هو المستند الذي دفع الصحابة رضي الله عنهم إلى مبيعته خليفة تقول وقد جاءت أذلة تذل على أن أبا بكر هو الأحق بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالنس وكرره وأكده وفعلا كان هو الإمام ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يصلي بهم فتقديمه في إمامة الصلاة فيه التنبيع على أحقيته بالأمر من بعده لأن هذا هو الأصل فالرسول صلى الله عليه وسلم كان هو إمام المسلمين عموما وخصوصا فهو إمامهم في الصلاة وهو إمامهم في تدبير أمورهم وولاية شؤونهم ومن ذلك أنه أراد في مرض كما ذكرنا نص كهذا أيضا سيختلف فيه نظر العلماء ما بين من يرى نصا صريحا لأن إمامة الصلاة هي أهم واجبات الإمام في عاصمة الخلاف نتكلم الآن على المدينة التي هي مركز الدولة الإسلامية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بصفته الإمام العام للمسلمين لأن الإسلام كما ذكرنا من قبل كان هو الرسول المبلغ عن الله تعالى وكان هو الحاكم وكان هو القاضي فبوفاته صلى الله عليه وسلم انقطعت النبوة والرسالة وبقي إن نختير خليفة وصار الخليفة يمكن أن يكون القاضي ويمكن أن يعين قاضي وقد كان بدأ المسألة تعيين القضاة لنحوها فكان الإمامة الصلاة في عاصمة الدولة الإسلامية أنذاك هي أهم واجبات أو من أهم واجبات الإمام العام للمسلمين فكون أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض فلم يستطع أن يؤدي هذا الجزء من مهماته فأوكلها إلى أبي بكر وهي أولى المهمات كما قال قائلهم رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا فاعتبروا هذا من باب النص الصريح البعض الآخر يعتبره من باب النص الجلي والبعض الثالث يقول أن هذا النص أقصى أنه لا يستفد منه إلا فضل أبي بكر واستحقاقه للتخديم والأمر قريب يعني الأمر قريب بين هذه الأقوال الثالث قل ومن ذلك أنه أرد في مرض موتي أن يكتب لأبي بكر كتابا فقال لعائشة لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابني فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون وفي الحديث الصحيح أن امرأة آتت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر نفس الكلام هل هذا نص صريح بأن حاكم المسلمين بعده يجب أن يكون أبا بكر أم إنه إشارة أم إنه غايته فضيلة أبي بكر رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تأتيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفق فيه وهو وزيره في حياته وبعد ما ماته سيكون إذا أتته المرأة في حاجتها إن كان هو الأمير قضاها وإلا سعى لها عند الأمير يعني يقول فهذه النصص في الواقع فيها إشارات قوية جدا ويعني قول من قال إنها تقترب من النص الخفي وربما فقته قول قوي قال وما ثمت في الصيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني على قليب علي هذا فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحاف فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعف ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطم أي سقى للناس وهذا ما وقع في خلافته من استقرار الأمر وانتشار الإسلام وكثرة الفتوح فتأولها أهل العلم على أمر الولاية والخلافة من بعده فأبو بكر رضي الله عنه ولي الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مدة قصيرة سنتين وأشهر وحصل في ولايتي خير كثير ومن أعظم ذلك تثبيت أمر الإسلام ودولته وقتال المرتدين ورد كثير منهم إلى الإسلام وأظهر الأقوال عندي يقول الشيخ البراك وأظهر الأقوال عندي فيما ثابت به أمر الخلافة أنها ثابتت بالنص الخفي والإشارة وهذا هو أعدل الأقوال بالفعل يعني إغفال الإشارات القوية الواردة في أن يكون للمرأة تجدين أبو بكر وأنه يأمره أن يصلي بالناس وإلى غير ذلك وأن يكون أبو بكر وعمر هما وزراه في الدنيا ثم يرى في المنام أنه هو نزع من بئر ما نزع ثم خلفه في النزع منها البئر إعبارة عن سقي الناس الخير من الذي يسوسهم في هذا الخير فيرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى نفسه ساقى الناس من البئر ثم خلفه أبو بكر ثم خلفه عمر وهما وزراه في الدنيا ويأتي في المنام على هذه الهيئة لا يمكن اعتبرها تقل عن درجة الإشارة ولا يمكن اعتبرها فضاء العامة دفعت الصحابة إلى اختياره لا هذه فضاء الخاصة في أنه ينبغي أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قلنا بأن النص الخفي لأنه لو كان هناك نص جلي لما حدث خلاف بين الصحابة ولو إن الصحابة فهموا من ذلك أن ذلك نصا جليا لما تنزع في أمر الخلافة هل تكون في المهجرين أو الأنصار لأنه إذا كان هناك نص جلي على أبي بكر انتهت المسألة يعني قبل أن تكون بحث في هل هي في المهاجرين أو في الأنصار كان يكون طالما هناك شخص معين ينتهي الأمر فالضاء النص الصحابة لم يفهموا منها أنها نصا جليا وإلا لم اقترح الأنصار أن يكون الأمر فيهم وإلا لحتج المهاجرون بهذا النص الخاص ففرقوا من القضية فوجود مثل هذا الحوار بين الصحابة رضي الله عنهم في من في الجملة يكون له الأمر المهاجرون أم الأنصار الدليل على أن أولم يكون عندهم نص جلي يقول وأظهر الأقوال عندي فيما ثبت به أمر الخلافة هو أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة إذ ليس هناك نص جلي يقول الخليفة من بعده هو أبو بكر ولكن هذه المنصوص بمجموعة تدل دلالة بينا على أن أبا بكر هو الأحق بالأمر وأنه الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم ثم وفق الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختياره عندما اجتمع الأنصار في صقيفة بني ساعدة وقد قال قائل منهم للمهاجرين منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر رضي الله عنه نحن الأمراء وأنتم الوزراء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم إذن استدلال عمر بهذه الفضائل العامة على أن أبا بكر رضي الله عنه أولى الناس بالخلافة فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس ولم يخالف في ذلك من يعتد بخلافه لم يخالف أحد من الصحابة في هذه المسألة قط ولم يخالف أحد من أهل العلم في هذا وإنما خالف المبتدعة من الشيعة وغيره قال فلن ذع بين الصحابة في أن أبا بكر هو أفضلهم كما في حديث عمر بن العاص رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا يقول فهو أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمنهم عليه في صحبته وماله فهو الأحق بالأمر من بعد فلذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأحق بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ولشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع جمع حسن قال خلافة أبي بكر أن الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له بها وانعقدت بمبيعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا يقول أما قول عمر رضي الله عنه إن أستخلف فقد استخلاف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حمل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف بعهد مكتوب ونص صريح كما تقبل هذا أحد الأدلة الذي ينفي احتمال النص الصريح وهو أن عمر دلعنو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف طبعا في إجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب كتابا لأبي بكر ولم يأخذ له بيعة وهذا قد يحمل على قول عمر ولكن بيّن للمسلمين أن الذي يرضاه الله لهم أن يختاروا أبا بكر بعد وتركهم يختاروا فاختاروا أبا بكر فيكون هذا لأن النص صلى الله عليه وسلم لم يستخلفه وإن كان نص عليه نصا يمكن أن نسميه خفيا لأن البعض يمكن أن يفهم من النص الجلي إنه بيع أو استخلاف أو غير ذلك ولكن نص على أنه هو الأحق وليس نص على أنه هو الخليفة بحيث لم يحتاج إلى بيعة ولم يحتاج إلى اختيار احتاج إلى ذلك ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن أبا بكر رضي الله عنه أولى من يختارونهم وأهل السنة يشبتون الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه ولعمر رضي الله عنه وهذا موضع اتفاق وكانت خلافته بعهد من أبي بكر فانتقل أمر ولاية المسلمين إلى عمر رضي الله عنه ولم يكن هناك أي اختلاف ولا ريب أن عمر رضي الله عنه هو الأحق بالأمر من بعد فهو قرين في كثير من النصوص الدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وكذلك في حديث الرؤية المتقب فأهل السنة يذبتون الخلافة لأبي بكر ثم عمر ولا ينازع في هذا إلا الرافضة فالرافضة ينازعون في خلافة الخلافاء الثلاثة كلهم وعندهم أن خلافتهم باطلة وظلم واغتصاب للحق لأنهم يزعمون أن الوصية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليه وأن الصحابة رضي الله عنهم ظلموه واغتصبوا حقه واجحدوا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا الكذب يؤدي إلى كذب أكبر وأفحش وعندما كذبوا وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأمر لعلي رضي الله عنه كان لابد من تفسير لما حدث أنه تم اختيار أبي بكر ولو قلنا مثلا إن أبا بكر يعني اختياره جاء في ظروف يعني شديدة وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين فكان اختراع يذم في الجميع قالوا أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم الظالمين يعلمون أنهم يغصبون حقا ليس له وهم مستيقنين كانوا مستيقنين من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جحدوها وتعمدوا المخالفة قلف جمهور الصحابة قالوا على شاكلتهم أطاعوهم وطوعوهم في غصب الحق من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم يعني كثير منهم وهذا هو النتيجة المنطقية كثير منهم يقول إذن فالصحابة رضي الله عنهم كفار وبعضهم يدعي أنهم كانوا منافقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أتخيل ما يسبون به أمة الإسلام وما يكذبون به القرآن الذي قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وما من الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتح جعل هؤلاء كانوا منافقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول ارتدوا الأمة ارتدت ردة جماعية يعني بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كلام في يعني في غاية الشناعة يكفي تصوره في رضه قيل لهم وماذا عن عليه رضي الله عنه كيف ترك لا نقول ترك حقه لأن من الوارد الإنسان يترك حقه ولكن كيف ترك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمكم وكيف ترك الإمامة التي هي ركن الدين الأعظم قالوا آثر السلامة يعني طب إذا كان هو آثر السلامة يعني تنازلنا معهم في المناقش هل إذا كان علي رضي الله عنه آثر السلامة هل يؤثر السلامة مع منافقين مرتدين يتركهم يحكمون الأمة ويجمعون القرآن ويحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤثر معهم السلامة أي سلامة هذه كانت السلامة مع مشركة غايشة أولى حينئذ لو كان الأمر كذلك ثم كيف يؤثر السلامة على شيء من ركن الدين ثم لماذا لا يؤثرون السلامة مثلا في أي زمن من الأزمنة صارت السلامة غير مؤثرة وصار أنه ينبغي أن ينبش الماضي هذا كله من باب التنزل في المناقشة وبيان كيف أن كذبهم لا يكاد يقف على ساق وأين كان من أول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بويع بالخلاف وكيف تحول هؤلاء الظالمين فجأة أنهم بحثوا عن علي رضي الله عنه وقالوا الآن جاء دورك أنت أفضل أهل الأرض الآن فتعال إلى الخلاف ألم يكن هناك ابن عمر ألم يكن هناك أبناء أبي أذا كانت القضية ظلم من عمر رضي الله عنه ومن أبي بكر كان لكل منهم أبنائهم الموجودين وكان من عاونوهم ألا ينتظرون دورهم من عاونوهم على الغصب يأتون اختيارا وفي زمن فتنة ويأتون لعلي رضي الله عنه يقول الآن أنت الأحق بها هذا كله يعني يدل على الكاذب الشديد الذي ليس فقط يعني ساقط باعتبار الرواية والسند ساقط حتى باعتبار منطقية الأحداث أحداث لا يمكن أن يتصور أن الأحداث تكون على هذا النوع وبعضهم يجعل علي رضي الله عنه جلس في بيته إلى أن بويع بالخلاف كيف بويع طالما أن القضية بهذه الصورة ومن الذي بحث عن حقي فجأة ومن الذي طلبه والبعض يجعله كان قاضيا ومستشارا لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع فيقال إذا سلمنا يعني من باب التنزل في المناقشة إنه ترك لهم قوم منافقين ترك لهم في الحالة دي لما يتكلموا على تركه الأمر لهم ترك لهم الدنيا زهدا فيها ليست الإمامة هي ركن الدين هل هي من الدنيا التي يزهد فيها أم هي ركن الدين ترك لهم الأمر سواء كان في دين أو في دنيا لكن أن يكون عونا ومستشارا وقاضيا هذا كلام مما لا يكاد يتصوروا عقل ذلك بعض الشيعة بالذات ذوي الأصول العربية لأن الشيعة الفرس يهمهم في المقام الأول الطعن في عمر يعني القضية ربما تقول الترتيب إن أظلم الناس عندهم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان لو قلنا من الذي بدأ أبو الظلم أو عثمان ثم عمر ثم أبي بكر على اعتبار أن عثمان رضي الله عنه هو الذي كان اختياره كاد أن يتم اختيار عليه رضي الله عن الجميع ولكن لا يمكن بأي ترتيب أن يختار عمر ليكون هو العدو الأول إلا لأنهم فرس يعرفون أن إمبراطوريتهم زالت على يد عمر رضي الله عنه فيجعلون أعدى أعدائهم عمر رضي الله عنه هذا الشيعة الفرس يعني كأن دنهم هو سب عمر خاصة يعني لعمر عندهم وضعية خاصة من الكره والبغض والسب إلى غير هذا أما يعني يوجد طواقف من الشيعة بالذات والأصول العربية لأن القضية عندهم ليست الانتصار للفرس بدرجة كبيرة وغالبا ما يكونوا مخدوعين بقضية الانتصار لألي البيت والانخداع بالقصص الكاذبة من العدوان الصحابة على ألي البيت ونحو ذلك تجد أن بعضهم يقر بخلافة أبي بكر وعمر وهذا منهج سياسي بدأ ينشأ داخل الشيعة العرب لا هو يتفق على أصول الشيعة الإمامية ولا يتفق مع أصول الشيعة الزيدية شيء وصلت هكذا من أنهم يقولوا أن بداية الظلم من عهد عثمان رضي الله عنه وإذا كلام بيقولوا بعض السياسة أو الأدباء اللي هم بيحاولوا يزرعوا البذرة الشيعية في نفوس المسلمين السنة فيجد أنه صعب جدا أنه هو يطعن في أبي بكر وعمر عند السنة صعب أنه يلغي تاريخ علي رضي الله عنه من المسألة وبالتالي تجد بعض الأدباء المتأثرين بالشيعة يبدأون المشكلة من أول أن اختيار عثمان رضي الله عنه كان خطأا وإن علي كان أفضل وكان أشجع وكان أعلم وهذا خطأ وما يضر الرجل أن يكون رابع أربعة في تاريخ المسلمين ككل يعني القضية عندما نقول أن أهل السنة يرون أن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فعليه ذلعنه هنا في منزلة عظيمة جدا رابع أربعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه أسن هؤلاء يعني أحدث هؤلاء الأربعة سنا فأكونوا أنه مع حدثة سني زاحم كثير من الصحابة حتى صار رابع أربعة في الفضل هذا أمر يعني أمر عظيم وشرف كبير ولكن يأتي هؤلاء يحاولون الطعن في عثمان رضي الله عنه الطعن في اختياره ابتداء أنه كان ضعيف لا يستطيع أن يحكم دولة كدولة الإسلام ويحتجون على ذلك بأنه لن يستطيع أن يقاوم دعاة الفتنة وهذا من فهم المواقف وسوء تفسرها وإلا فعثمان رضي الله عنه كان قد وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة على بل وتصيبه فصبر وكان مبرراته رضي الله عنه أنه يعني كان جيوشه تجوب الدني ولم يكن معه في المدينة إلا فقهاء الصحابة هؤلاء الذين يسدون ثغرة العلم والتعلم والإفتاء وهؤلاء ثروة لا تقدر بثمان فلم يشأ أن يكون هؤلاء هم المدافعون عنه لا سيما وأن قوتهم مكافية تقريبا لقوة الخارجين على عثمان رضي الله عنه فلو حصل مواجهة كان ولابد أو يغلب على الظن أن يراق دماء بعض هؤلاء من عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من فقاء الصحابة وعلي رضي الله عنه وابنيه عثمان رضي الله عنه وفر دماء هؤلاء وجاءه هؤلاء جميعا يعرضون الدفاع عنه فانتظر أن يأتيه المدد من الشام فكان يعني قدره أسبق وقتل شهيدا رضي الله عنه فهذا موقف من أشد المواقف قوة وصلابة لا يطيق إلا مثال عثمان رضي الله عنه يأتي ولا يقول كان اختيار خطأ ثم يضيفون إلى ذلك بعض الأكاذيب أو سوء التفسير لاستعمال عثمان رضي الله عنه لبني أمي كأن بني أمي هؤلاء كانوا يعني في منسقة المتاع ثم لما تولى عثمان استخرجهم وأتى بهم من البادية وجعلهم أمراء الأمر ليس كذلك بني أمي قبيلة ذات شرف وسؤد في الجاهلية وفي الإسلام وما من أحد ممن استعمله عثمان رضي الله عنه إلا واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه معاوية كان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قائدا وأميرا في زمن أبي بكر وفي زمن عمر رضي الله هل يوجد خليفة في الدنيا يكون عنده مثل معاوية رضي الله عنه زكاء وفطمة ثم لا يستعمله أمر في غاية العجب فإذا جاء عثمان رضي الله عنه ووجد معاوية مستعملا من كل من قبل يمنعه لخرابته هذا كان اجتهاد عمر رضي الله عنه ولكن اجتهاد غير ملزم لمن جاء بعضه يعني عمر رضي الله عنه استبعد عبد الله بن عمر مع شرفه وفقه وكمال عقله حتى لا يقولون أن عمر حاب ولدا ولكن هنا الأمر مختلف اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وصار عثمان رضي الله عنه في حجة لأي رجل صالح للمهام لكي يكلفه به العمر الدولة الإسلامية اتسعت في عهد عثمان اتساعا كبيرا اتسعت الفتوح والغزوات البحرية والسطول البحري والقضية التسعت على مصرعي الأمر الآخر أن بني أمية قبيلة ذات شرف وسؤدد في الجاهلية وفي الإسلام ولو أن عثمان رضي الله عنه جاء وقرر استبعاد بني أمية لأنهم قرابته لخاصر بذلك رجالا لا حصر له فالقضية ليست أن يعني عمر يستبعد ابنه فيأتي عثمان فيستبعد بني أمية لسيما وأن ليس أحدا منهم ابنه أو نحو ذلك الدرجة القريبة التي يظن معها المحبش شديدة وإلا فقريش كلها في أنها قبيلة واحدة هل استبعد عمر رضي الله عنهم كل قراشي وترك هذا لا يقول به أحد وهؤلاء قبيلاته البطن الكبير الذي تفرع منه وإنما استبعد منهم استبعد ابنه إلى الدرجة القريبة جدا من القرابة وليس نحو ذلك يأتي البعض ينسبون خيال ويصورون النثل عثمان رضي الله عنه كان ضعيف الشخصية وأن بني أمية هؤلاء يعني هو الذي أتى بهم من هنا ومن هناك وأن أخلاقهم كذا وكذا وكذا مع أن هؤلاء استعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستثيروا بالأمر دون عثمان رضي الله عنه وصاروا في الرعية سيرة ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمنهم أبرز الذين استعملهم عثمان رضي الله عنه من بني أمية ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عندما تولى علي رضي الله عنه الخلاف هل عزله لم يعزل إذا كان القضية سيقولون أن بني أمية لا يستحقون بل أن معاوية هو الذي طالب بدم عثمان يعني الاجتهاد عليه رضي الله عنه كان أن عثمان قتل وقد كان مكان يبقى أغذي القصص من قتلته وهذا أمر يحتامل التأجيل للمصلح ويعني ويعني أهل السنة بعضهم يمسك تماما عن الخوط فيما شجر بين الصحابة وبعضهم يرجح مع اعتقاده أنهم بين مشتهد المصيب ومشتهد المخطف والراجح أنه يمكن الترجيح وأن المشتهد المصيب كان علي رضي الله عنه لأن النصوص دلت على أنه أولى الطائفتين بالحق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الخوارج وذكر فيهم في الثدية وقال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق وكما ذكر في المقابل عمار رضي الله عنه أنه تقتله الفئة الباغية فدل هذا على أن علي رضي الله عنه هو المصيب على ماذا كان الخلاف ليست القضية الآن من المصيب من من المخط علي رضي الله عنه كان يرى أنه يمكن تأجيل الأغذ بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه إلى أن يستتب له الأمر ومعاوية رضي الله عنه يتعجل في المطالبة بدم عثمان لأن ولي الدم فكان أن علي رضي الله عنه اشترط على معاوية أن يبايع وأن يدخل في طاعته أولا ثم يطالب بالثأر ثانية وبين علي رضي الله عنه لمعاوية يعني وجهة نظره واصطلح واصطلح الفريقان كما تقدم ذكره إلا أن هؤلاء الخوارج والشيعة الذين أثاروا الفتنة وقتلوا عثمان كانوا في جيش عليه فخرجوا وانقسموا إلى فريقين وأنشبوا القتال بينهم حتى يفسدوا الصلح الشاهد أن علي رضي الله عنه لم يطالب معاوية رضي الله عنه بأن يترك إمارة الشام التي استعمله عليها عمر ثم عثمان رضي الله عنه بل طالبه أن يبايع إذن معاوية أهل لما كان فيه من الإمارة وكان النزاع في قضية الدم قضية الدم عثمان رضي الله فأنا أقول أن البعض يأتي فيعتبر أن بداية المشكلات كلها من تقديم عثمان على علي رضي الله عنه في الخلافة والصحيح أن المشكلات جاءت بقدر الله من وجود البذور التي نشأت منها الشيعة والخوارج وهم قوم من المنافقين أرادوا أن يكيدوا للإسلام وأهله وكادوا قبل بمقتل العمر رضي الله عنه فإذن الكيد مستمر والحرب من الإسلام والكفر لم تنتهي لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وهذه كانت إحدى صورها اللي نشأت عنها هذه الفتنة يقول وَلَا نزاع بين أهل السنة في أن الأحق بالأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة على مراتبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه والأحق بالأمر بعد عثمان فإن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين الستة الذين قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راضي فبعدما تشاوروا وشاور عبد الرحمن بن عوف الناس قال لم أرهم يعدلون بعثمان فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلم الكتب الشيعة كما أشربنا قبل ذلك تجد فيها كل ما تشتهي من قول يعني ما لا أي قول ليخطر ببالك في القضية ستجدوا موجود في كتب الشيعة إن أفضل الصحابة هو أبو بكر ثم عثمان ثم علي ستجد على قلة نصوص متناثرة في كتب الشيعة إن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان تجدها إن أبو بكر وعمر منافقان زندقان تجدها بكثرة طبعا لأنها دي عقلتهم ودائما المبرر الذي يقدمونه هم إن هناك تقية فإذا قيل لهم افصلوا لنا الحقيقة عن التقية وجدت أنه لا يتكلم إلا بتقية بمعنى إنه إذا كان يتكلم معاك حيقول لك الحقيقة هو النص الوحيد أو العدد القليل من النصوص اللي بتقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لماذا تغفل هذا النص تقول له طب كويس هو دا الحق والباقي تقية نشيل الباقي لك لا سيبه بما في ذلك سب أبي بكر وعمر في موت ثاني حيقول لا الحق إن أفضل صحابة أبو بكر ثم عمر ثم علي وحنلاقي نص واثنين وثلاثة موجود في الكتاب الواحد فنقول له إذا كان هو دا الحق نثبته شي للباقي مع أن نحن لا نوافق على هذا ولكن على الأقل نكون عرفنا عرفنا لهم مذهبة برضو يصر على إنه يسيب الجميع كما ذا كان ولكن على أي من ضمن الأقوال الطريفة الموجودة في كتب الشيعة أنهم ينسبون إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لبعض الناس أو لبعض بني هاشم إن علي رضي الله عنه هو أولى الناس بهذا الأمر إنه سألوا عن علي قال لقد كان أولى الناس بهذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن خشينا منه اثنتين شدة حبه لبني هاشم وإقدام وفورة إقدام الشباب وتهور أو نحو ذلك فإحنا لو سلمنا جذلا أيضا بصحة هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه بأ ليس هناك ظلم ده كأن عمر رضي الله عنه يعني يريد أن يقول أن علي رضي الله عنه لم يكن يستحق الخلافة في وجود منهم أعلم وأفضل وأسم ممن يستطيعون أن يسلسوا الأمة وكأن الله تبارك وتعالى ادخر له الخلافة بعد أن يكتمل حلمه لا إنه يكون الرابع في الفضل فيكون الرابع في الخلافة فكأنه أراد أن يبين أنه له فضل عظيم لكن عنده مشكلتين المشكلتين ذو يمنعون أنه يقدم يبقى ليس هناك ذو المشكلات محددة معروفة لو ثم إن منها حبه لبني هاشم شدة حبه لبني هاشم اللي يخشى منها إن هناك كفاءات أخرى كثيرة في قبائل العرب الأخرى لا تستعمل الاستعمال الجيد وإن كنا لا نميل إلى تصديق هذا النص ولكن هم الذين يرون فلو كان هذا نقول إذن عمر كان الأمر إليه يكون الخشينة منه اثنتين يبقى الناس كلها راحت لمن راحت لعمر تستني عمر هيقول إيه وخشينة يعني هو أبي بكر أو من كان لهم الكلمة وكأنه يقول للناس والله إحنا لو استطعنا تقديما لابن عم رسوله الله صلى الله عليه وسلم أنه قدمه لقدمنا ولكن خشينة منه أنه حديث السن فجعل مستشار ووزير وقاضي ولكن لا يكر إليه الأمر كله حتى لو حللت الرواية دية تجد في النهاية أنه لو سلمنا لها أصل حيكون في إشارة أنه في النهاية كان علي رضي الله عنه لا يستحق أن هؤلاء لا سيما مع حدثة سن التي ثم إنه لما قبض هؤلاء صار هو الأفضل كان الرابع بأ الأول وصار وقد يعني دخل في السن وزالت عنه فورة الشباب فكأن الله ترك على اختار له ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأفضل كمان لذلك عبد الرحمن بن عوف لما عزل نفسه من الست على أن يكون هو اللي في إيده الاختيار وانحصر الخلاف يعني كل واحد جعل أمره الآخر فصف الست على ثلاثة عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ثم عبد الرحمن بن عوف عزل نفسه لكي يختار بين اتنين ثم يقول أنه سأل الناس كلها فيقول فلم أرهم يعدلون بعثمان لأنه كما ذكرنا لعل علي رضي الله عنه حتى عندما تولى عثمان كان كان مذال حديث السن نسبيا ولأن الناس عرف أنه عثمان أفضل وإذا كان علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فعثمان ذوج ابنتيه ثم قال له لو كان عندنا ثالثة لزوجناك فإذا كأن هناك رؤية ما رؤية جماعية كانت موجودة لا نقول في شأن أبي بكر وعمر بل في شأن عثمان أيضا أنهم كانوا أولى بالأمر من علي رضي الله عنه ولذلك لما عمر استشار لما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استشار الناس سرا وجد أن الجميع يختارون عثمان فلما بايعه تتابع الجميع على البيع ولن يتكلم أحد بأن هناك ولا حتى قال أحد وددنا من باب الود يعني التمني وددنا لو اختار علي أبدا لأن الصحابة كانوا مياقسون الأمور بالموازين الصحية وفتم الأمر عثمان رضي الله عنه تم واستقرت الخلافة لعثمان من بعد عمر وبعد الفتن ومقتل عثمان لم يكن هناك أحد ينافس علي ودعنه في الفضل ولا أحد يدعي أنه حق بالأمر من ذاك يقول أكاذيب الشيعة أين ذهبت فين المؤمرة وفين الظلم وفين وفين عندما صار هو رقم واحد الأمور تمت له بمتأة الناس راح يتجابته أنا اللي جيل الصحابة اللي جيل فاضل لا يمكن أن يهضم فيه حق حتى لو أن صاحبه مش عايزه حتى لو أن صاحبه عايز يهرب منه شايف المسؤولية كبيرة تقول لا تعالى أنت فلو فيه مؤمرة كان لازم المؤمرة تستمر هو الصحابة كانوا يعدمون يجيبوا أي حد في الدنيا يمسكوه بدل عليه رضي الله عنه لا لو أن المؤمرة كما يدعي الشيعة ناس منافقين زنادقة يكرهون النبي صلى الله عليه ويكرهون ألا بيته كانوا يجدوا الألاف يصلحون بدل من عليه رضي الله عنه لكن كان الخيار بين الأول الستة صفى الأمر أن هما يرون أن أفضل الستة عثمان وعلي رضي الله عن الجميع ثم رأوا أن عثمان رضي الله عنه أفضل ولكن بعد مقتل عثمان رأى الجميع لأن عليه رضي الله عنه أفضل يقول وأهل السنة والجماعة يرتبون الخلفاء في الفضل على ترتيبهم في الخلافة فيقولون أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاف ثم عثمان بن عفه قال شيخ الإسلام بن تيمية بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر أيهم أفضل يعني هل يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولا ثم علي فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا يعني كأن علي عندهم أحد العشرة مش الرابع يعني فيه ثلاثة منصوصة على ترتيبهم ثم باقي العشرة وفيه بقولوا لا فيه أربعة رابعهم علي دول أفضل أربعة ثم باقي العشرة في منزلة واحد وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان وأنجلت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة ولكن المسألة التي يضل المخالف فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأهمة فهو أظل من حمار أهلي وجاء عن بعض السلف أنه قال من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصر لأنهم في الآخر أهل الشورى حصروا في عثمان وعلي وكل ذول اختاروا عثمان يعني هل هؤلاء كانوا يعني كل هؤلاء مع معيشتهما لعثمان وعلي رضي الله عن الجميع كانوا على خطأ أي تنقصهم واستخف بعقولهم وسفها رأيهم لأنهم أطبقوا على تولية عثمان فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون وإذا أطلق الخلفاء الراشدون فإنه ينصرف إليهم فخلافتهم خلافة نبوة وهذا لا ينفي أن يقل في بعض من ولي أمر المسلمين أنه خليفة راشد كما قيل ذلك في عمر بن عبد العزيز رحمه الله في الواقع يعني عمر بن عبد العزيز شخصية فذة ويكفي أنه وصف بأنه صاحب خلافة راشدة في بين أمر من قبله ومن بعده لم يكونوا على هذه الدرجة يعني كانوا من خلفاء المسلمين وملوك المسلمين الصالحين في الجملة ولكن لم يكن لم تكن عهدهم يصف بهذا الوصف وصف به عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله حتى قيل عنه أنه خمس خلفاء راشدين ولكن في هذا غمط للحسن بن علي رضي الله عنه فإنه خمس الخلفاء الراشدين حقيقة لا مجازة الناس اللي بقولوا على عمر بن عزيز خلف خلف خلفاء راشدين بقولوا عليها يعني بيقولوا ذا من باب المجاز لكن الحسن بن علي رضي الله عنه خلافته الستة أشهر المتممة للثلاثين التي ذكرها النبي صلى الله أنها خلافة على منهج النبوة فوخامس الخلفاء الراشدين فعلا وليكن عمر بن عبد العزيز سادسهم من باب المجاز ولكن خمس خلف حسن بن علي رضي الله عنه يقولوا علي رضي الله عنه وإن لم يتم له الأمر على جميع المسلمين لوجود بغاء عليه في الشام وعاوية رضي الله عنه ومن معه فهذا لا ينفي اعتباره من الخلفاء الراشدين ولا ينفي أن تكون خلافاته خلافة نبوة ولكن لا ريب أن خلافته ليست كخلافة من قبله في أثرها على الإسلام والمسلمين كما أن عثمار رضي الله عنه دون عمر رضي الله عنه ولكن على كل حال هم الخلفاء الراشدون المهديون كما في الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعات ضلال واعتمد أهل العلم في اعتبار ما سنه الخلفاء على هذا الحديث وقال صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر اختذوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر فأمر صلى الله عليه وسلم بالاقتذاء بهما واتباع سنة الخلفاء الراشدين فكل ما سنوا مما لا يخالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن على الأمة أن يتبعوهم في سنتهم فهم أحرى بالصواب من غيرهم حتى قال بعض أهل العلم إن إجماع الخلفاء الأربعة حجة لأنهم لا يكادون يجمعون على خطأ ولا أذكر أنهم أجمعوا في مسألة وكان الصواب في خلافها سبحان الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله وحمد الله إلى السلام وحمد الله